نظام اقتصاد سوق اجتماعي يشجع حرية المبادرة والاستثمارات الأجنبية هذا ما وعد به علي بن فليس أمام مناصره من وهران في اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية أين تعهد فسح المجال الاستثمار في كل القطاعات الحيوية الصناعية منها والفلاحية النظام الاقتصادي تقترحه على الشعب الجزائري سميته نظام سوق اجتماعي اقتصاد سوق اجتماعي اقتصاد سوق واشنه هي حرية المبادرة عدم السيس الفعل الاقتصادي نزع الميروقراطية فسح المجال الاستثمار الداخلي والفارجي لكن بخصوصية وشيها الخصوصية في سنسوق اجتماعي فقراء محتاجين ذو الدخل الضعيف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لمستنيها مرشوح بطرعي الحريات من برنامج الانتخابي أين تعهد بإنشاء كتابة دولة خاصة تهتم بكل ما يتعلق باحتياجاتهم كتابة دولة بمثابة وزارة تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة كان خصوصيات عن اخوانا والخواتنا تعلق احتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لازم عنده المقعد بتاعه خاص فالطريق عنده الحقوق بتاعه الخاصة فالعمل للدروق بتاعه الخاصة فالطربية بتعود تقوير عند الظروف الخاصة مش كوني يقدري فى هذه القضية يفهمها هم أسلع ويفهمها لقراوها الاختصاص كي هموا ترون برنامج الانديكاب سون توت سيبار بن فليس جدد في الأخير أمام ناصريه بفصل المال عن السياسة فى حال انتخابه رئيسا للجمهورية